السلام عليكم تونس مرت بأزمات عديدة في تاريخ المعاصر وبرشحة لا تحتقان كبير ولكن كانت في كل مرة تخرج من أزماتها بأخف الأضرار ولكن من غير تغيير حقيقي وإصلاحات جذرية واحترام ليارات الشعب كل مرة كانت منظومة المصالح تتركب على المرحلة وتتحكم في نهاية الأزمة ديما بنفس الطريقة تكبير الأزمة إلى أقصى مداها حتى يولوا تونس الكل عايشين في غمى تخنق ويستنوا في الفرج وبعدين تتدخل لإنهاء الأزمة سلميا وتمرير خياراتها عبر أشخاص من داخل المنظومة أو أشخاص مغمورين من خارج المنظومة ضعاف بدون شخصية وبدون تاريخ تصنع لهم صورة المنقض عند المواطنين وتتحكم عبرهم في الأوضاع مع التلاعب الإرادة الشعبية وتوجيهها عبر البروباقند الإعلامية وعبر إغراق المشهد العام بالمسائل الخلافية الإديولوجية والسياسية وإبعاد الناس نخبة وعامة على الخوض في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وتتواصل الأمور لسنوات تزيد فيها نفس المنظومة تمكن تمنع أي إصلاحات جدية بيش تحافظ على مصالحها وتحافظ على استقرار الهش وبقاتل البلاد كل مرة تخسر سنوات في الجدل الفارغ والحلول الوهمية ومشاكل البلاد الحقيقية تتراكم من غير حلول جدية المرة هذه ظهرنا في الحيط ومعاد شأننا وقت نضيعوه أوضعنا كارثية اقتصادنا متخلف بقا من الستينات متاع القرن الماضي واندماجه ضعيف برشة في الاقتصاد الدولي والمحيط الأقليمي قوانين نقديمة مؤسساتنا العمومية كلها فالسة منظومتنا التربوية في انهيار منظومتنا الصحية طابت ومعادش قادرة تغطي احتياجات التواسة الديون في تزايد مخيف يهدد السيادة الوطنية أمن الغذاء مهدد وأمن الطاقي والماء في وضع سعر ومن حكيش على تدهور البيئة وحاسد وسخ والطرحة للعمراني في أغلب مدن البلاد وكل هذا في واد والتدهور الأخلاقي والقيمي لجزء كبير من التواسف في واد آخر بما أدى إلى ارتفاع الجريمة وانتشار الفساد وتقلص ثقافة العمل والإنتاج وضعف روح الانتمال للبلاد أمام كل هذه الأوضاع ما عادش عندنا وقت نضيعوه في المناورات والمؤامرات والتجريب والحلول الوهمية والخطابات الشعبوية الوضع يطلب الانطلاق الفوري في أجندة إصلاحات كبرى وفقاً لرؤية واضحة ومنسجمة رؤية تعرض على الشعب في انتخابات نزيها وتاخل شرعية الصندوق باش تتنفذ خلال خمس سنوات من طرف رئيس شرعي وفرق كفأ ومنسجم تحت رقابة برلمان منتخب في أقرب الأوقات وهيك الرقابة فعالة ومجتمع مدني فايق وتتم المحاسبة في انتخابات حرة ونزيها بعد خمس سنوات كيف يحصل في كل الدول التي تحترم نفسها إذا الناس يقول تقبل بهذه المنهجية تولي الانتخابات إطار لمناقشة الرؤى والتصورات والبرامج المستقبلية مش للسب والوعود الزايفة والشعبوية المقيدة والشعب هو الحكم كما يحصل في الدول للكل التي تحترم نفسها صحيح الشروط هذه مش متوفرة في الانتخابات هذه وصحيح أن العصابة المتحكمة متشبثة بالحكم رغم خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبوادر انفجار اجتماعي قادم وعملت كل جهدها باش تقسينا ولكن باش نستغلوا فترة الحملة الانتخابية باش نخاطبوكم بخطاب الحقيقة ونطرح عليكم مشاكل البلاد بجدية وباش نعملوا حملة انتخابية نموذجية فيها تقديم رؤية وبرنامج وأجندة إصلاحات باش نرفع سقف النقاش ونمارسوا دورنا اللي نقوم بيه من سنوات طويلة في توعيد المواطنين بالتحديات اللي تواجه البلاد وخدمة الوطن من كل موقع ومن غير موقع وعندنا يقين أن وضع البلاد باش يتحول نحو مستقبل أفضل بإرادتنا جميعا ونكونوا قادرين على تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون معاكم ومع كل الإرادات الصادقة استنونا في سلسة حلقات حول الإصلاحات في القطاعات الرئيسية والله من وراء القصد وما يسحكي نصحيح